بسم الله الرحمن الرحيم نكمل قراءتنا في كتاب فقه الدليل في شرح التسهيل للشيخ عبدالله بن صالح الفوزان قال البعلي المصنف رحمه الله ثم يكبر فيسلم قال الشارح الفوزان أي ثم يكبر الرابعة فيسلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم فهو دليل بعمومه ولأنها عبادة افتتحت بالتكبير فتختة بالتسليم وظاهر كلام المصنف أنه لا يدعو بعد الرابعة والقول الثاني أن الدعاء في الرابعة قبل التسليم مشروع وهو قول بعض الحنفية وبعض المالكية ولواية عن أحمد وهو قول الشافعي وإسحاق وابن المنذر دليل هذا حديث أبي عفور عن عبدالله بن أبي أوفا رضي الله عنه قال شهدته وكبر على جنازة أربعة ثم قام ساعة يعني يدعو ثم قال أتروني كنت أكبر خمسا قالوا لا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعة قال البعلي واحدة عن يمينه قال الشارح الفوزان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة قال الحاكم وقد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبدالله بن أبي أوفا وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة ولأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف قال أبو داود سمعت أحمد سئلة عن التسليم على الجنازة قال هكذا ولو 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 عنقه عن جنبه وقال السلام عليكم ورحمة الله ولو سلم تسليمتين جالس وهو قول أصحاب الرأي وأحمد وأحد قولي الشافعي وهو رواية عن أحمد لحديث بن مسعود رضي الله عنه قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة وتجوز الزيادة في تكبيرات الجنازة على أربع وإن كانت أكثر الأحديث في الأربع وقد ورد عن عبد الله بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة فأسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها وقد ورد ما يدل على الزيادة على خمس فالست والسبع فيهما آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وهي في حكم الأحاديث المرفوعة لأن بعض كبار الصحابة كعلي رضي الله عنه أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم والتسع فيها تكبير النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة رضي الله عنه قال ابن القيم وهذه أثار صحيحة فلا موجب للمنع منها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عما زاد على الأربع بل رفعه هو وأصحابه من بعده بل فعله هو وأصحابه من بعده وهذا يرد قول من قال إن الإجماع انعقد على الأربع ويرفع المصلي على جنازة هديه مع كل تكبيرة على الراجح من قولي أهل العلم لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في كل تكبيرة وإذا انصرف سلم وصحى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة والظاهر أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من شدة تحريه وتتبعه لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وقد جاء الرفع عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عباس وأنس بن مالك وزيد بن ذابت رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعين منهم عطاء وعمر بن عبد العزيز والزهري وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق واختاره بن المنذر وجاء في مسائل الإمام أحمد لأبي داود قال رأيته أحمد يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة إلى حذاء أذنه قال المصنف البعلي ويصلي على القبر قال ويصلى على القبر قال الشارح الفوزان أي ومن فاتته الصلاح على الميت يصلي على القبر ودليل الصلاح على القبر ما رواه أبو فريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو مرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبره فصلى عليه وقوله كما سيأتي إلى شهر هذا هو المذهب المذهب عنده وهو قول الشافعي ودليله ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد موتها بشهر وقول الثاني عدم التحديد بشهر بل يصلى عليه أبدا واختاره ابن عقيل الحنبلي وما استدل به الأولون لا يدل على التحديد لأنه فعل وقع اتفاقا لا قصداء وما فعل اتفاقا فليس بدليل لأنه لم يقصد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه تحديد المدة التي تجوز فيها الصلاح على الميت بعد دفنه وقيده بعض الشافية بمن كان أهلا للصلاح على هذا الميت يوم موته أما من لم يكن أهلا فإنه لا يصلى عليه وهذا القول فيه وجهها لأن فيه سدا لذريعة الصلاح على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قبور أهل البقية والصلاة على القبر غير محددة بوقت معين فإن الحديث المذكور دلوني على قبره لم يحدد الوقت فالظاهر أنه يصلى على القبر في أوقات النهي الطويلة دون المضيقة وصلاته صلى الله عليه وسلم على القبر في المقبرة دليل على أن الصلاة المنهي عنها هي الصلاة إلى القبر لا على القبر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها ولأن الصلاة عليه في قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه بخلاف الصلاة إلى القبر فهي ذريعة إلى اتخاذها مساجد قال البعلي رحمه الله وعلى الغائب بالنية إلى شهر ويقضي ما فاته قال المصنف الفوزان وعلى الغايب بالنية إلى شهر المراد بالغايب الغايب على البلد وظاهر عن البلد وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة شريفا أو وضيعة قريبا أو بعيدا والقول بمشروعية الصلاة على الغايب هو مذهب الحنابله والشافعية لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاش قالوا والقول بأن النجاش لم يصلي عليه أحد في بلده بعيد إذ يبعد أنه لم يوافقه أحد يصلي عليه قالوا ولأن الصلاة عليه دعاء الله فكيف لا يدعى له وهو غايب والقول الثاني أن الصلاة على الغايب هي مشروعة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاش خاصة به ولس ذلك لغيره لأنه توفي لأنه توفي خلق كثير من الصحابة من أصحابه ومن أعزهم عليه القراء ولم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليهم وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد والقول الثالث أن الصلاة على الغايب هي مشروعة إلا لمن لم يصلى عليه لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد الله صالح أو عبد لله صالح بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه فقام فأمن صلى الله فصلى عليه كما في بعض الروايات وهذا قول في مذهب أحمد وبه قال الخطابي واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وصححه بن القيم واختاره الشيخ محمد بن عثيمين لأن الصلاة على الجنازة عبادة والعبادة لا تشرع إلا بدليل من الكتابة والسنة والنجاش مات بين الكفار ولم يصلى عليه وقد نصى على هذا شيخ الإسلام بن تيمية ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غايب غيره ومن أهل العلم من أخذ من قصة النجاش وصفا لمن يصلى عليه صلاة الغايب وهو أن يكون قد نفع المسلمين إما بعلمه أو جاهه أو مهله أو نحو ذلك وقد نقل ابن تيمية عن الإمام أحمد ما يدل على ذلك واختاره واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز والذي يظهر والله أعلم أن الصلاة على النجاش قضية عين وليست شرعا عاما وإنما هي مكافأة له على صنيعه والقول الثالث المبني على التفصيل وجيها جدا فإنه قد مات كبار الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعه رضي الله عنهم ولم ينقل أنه صلي عليهم في الأن صار صلاة الغايب ومثل هذا تتوفر الهمام والدواعي ومثل هذا تتوفر همام والدواعي على نقله والقول بأن النجاش لم يصلي عليه أحد واضح ولأنه بين كفار وإن كان أحد منهم آمن فإنه لا يعرف فإنه لا يعرف عن صفة الصلاة شيئا وقوله ويقضي ما فاته أي ومن دخل والناس يصلون على جنازة فإنه يدخل معهم في الحال ولا ينتظر تكبير الإمام فإذا سلم قضى ما فاته من التكبير لقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وظاهر كلامه أنه يقضي ما فاته على صفته سواء أخشي حمل الجنازة أم لا لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات قال البيهقي والمسبوق لا ينتظر الإمام أن يكبر ثانيا ولكن يفتتح بنفسه وإذا فرغ الإمام كبر ما بقي عليه انتهى وقال ابن حزم ومن فاته بعض التكبيرات على الجنازة كبر ساعة يأتي ولا ينتظر تكبير الإمام فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي من التكبير يدعو بين تكبيرة وتكبيرة كما كان يفعل مع الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم في من أتى الصلاة أن يصلي ما أدرك ويقضي ما فاته وهذه صلاة انتهى ويرى بعض العلماء أنه إن دخل مع الإمام في الثالثة تابعه فيها يدعو للميت لأنه المقصود من صلاة الجنازة ولو قلنا تقرأ الفاتحة تقرأ الفاتحة فاته الدعاء للميت فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر وسلم فإن رفعت الجنازة قبل إتمام التكبير قضاه متوالية وإن لم ترفع قضاه على صفته وقال آخرون له أن يسلم مع الإمام ولا يقضي لأن الفرض سقط بصلاة الإمام والمسألة اجتهادية ليس فيها نص صريح إلا العمومات الثافتة في الصلاة ذات الركوع والسجود والله أعلم قال المصنف البعلي رحمه الله ولا يصلي الإمام على غال قال الشارح الفوزان قوله ولا يصلي الإمام على غال الغال هو الخائن في الغنيمة الآخذ منها قبل القسمة وكل خيانة غلول غلول ولكن صار ذلك في عرف الشرع لخيانة الغنائم الخاصة والمراد بالإمام الإمام الأعظم أي رئيس الدولة لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين وإنما انتهى وإنما أمتنع أمتنع النبي صلى الله عليه عن الصلاة عليه زجرا لأمثاله عن الغلول وأما غير الإمام من بقية الناس فإنهم يصلون عليه كغيره من الأموات ولا تسقط الصلاة عنهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم قال البعلي رحمه الله ولا قاتل نفسه قالت شارح الفوزان قوله ولا قاتل نفسه أي لا يصلي الإمام على من قتل نفسه نكالا لمن بقي بعده لحديث سمرة رضي الله عنه قال أتيى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاكس بمشاكس فلم يصلي عليه بمشاكس فلم يصلي عليه وفي رواية أما أنا فلا أصلي عليه والمشاكس سهام غراب واحدها مشكس بكسر الميم وفتح القاف والظاهر أن هذا الحكم وهو الامتناء عن الصلاة عليه يتعدى إلى غير الإمام ممن يكون في امتناء الصلاة عليه ردع ونكال وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ويرى الشيخ أنه يلحق بالغال وقاتل يلحق بالغال وقاتل النفس أهل الكبائر الظاهرة والدعاة إلى البدع والمفسدون في الأرض قال صاحب الفروع وهو متجه وذكر صاحب الإنصاف أن هذا رواية عن الإمام أحمد واختارها المجد بن تيمية فعلى هذا لا يصلي الإمام على قطع الطريق ومن نال المسلمين منه أذن في عقيدتهم أو أخلاقهم إن رأى الإمام إن رأى الإمام أن المسرح في عدم الصلاة عليه هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ترجمة نانسي قنقر